بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على اشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم ابناء التلاميذ في فيديو الجديد هو مراجعة لهذه السنة اذا لا ان كل اول مرة بتجاهدنا في القناة لا تنسى الاشتراك في القناة وذلك دعم لنا وتفعيل زر التبهات ليسلك جديدون اول باول وضغط على زر الاعجاب ومشاركة الفيديو مع اصدقائك اذا فلنبدأ على بركته اذا تمرين في الزوايا والتعابير ومصطلحات اذا التمرين قال لاحظ الزوايا ثم اتمم الجدول اذا تابع معي قال لاحظ الزوايا ثم اتمم الجدول التالي لدينا عدة زوايا كم يوجد من زاويا يوجد سبع زوايا المطلوب منا هو اعطاءه اعطانا اسم الزاويا رمزها ما هو رأسها ما هما ظلعاها ونوعها اذا الزاويا هي ماذا هي عبارة عن نصفي مستقيمين يعينا زاويا ونرمز لها باحد الرموز وسنتعرف عليه اذا ونمثلها تابع معي اذا القناة هي عبارة عن مثلا الزاوية واحد هي عبارة عن نصفي المستقيمين اللي هو a b و a c اذا a b و a c يعينا لنا الزاوية ونرمز لها بالرمز b a c ونضح فوقه هكذا اذا رأسها هي النقطة a وظلعاها هما نصفي المستقيمين a b و a c حذري ان نكتب b a او c a اذا هو عبارة عن نصف المستقيمين تابع معي هنا نكتب رأس الزاوية والجهة الثانية لدينا a b وهنا a c نوعها لاحظ معي اذا نوعها هي زاوية منفرجة لان قيسها اكبر من 90 واصغر من 108 اذا نوعها منفرجة لاحظ معي الزاوية رقم اثنان اذا نقوم بتحديد الزاوية رقم اثنان اذا قالنا ما هو رمزها ها هي الزاوية ظلعاها هما b o y و o x اذا رمزها هو x o y لهذا o x o y رأسها هو الزاوية الرأس او نقطة o ظلعاها هما o x و o y نصفي المستقيمين o x و o y نوعها هي زاوية حادة لماذا لان قيسها محصور ما بين السفر والتسعين زاوية رقم 3 هذه الزاوية رقم 3 لاحظ معي رأسها هو z تسميتها w z k ذلعاها هما عبارة عن نصفي المستقيمين z w و z k نوعها ايضا حادة الزاوية رقم 4 هذه كما تلاحظون رأسها هي w لاحظ معي الزاوية w يوجد الزاوية هذه وهذه 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 والزاوية الكبيرة اذا تسميتها هي z w k ذلعاها هي w z w k نوعها قائمة كيف عارفنا انها قائمة هنا رمز التعامد وقيسها يكون 90 درجة الزاوية رقم 5 رأسها ايضا w لاحظ زاوية 4 وزاوية 5 لهما نفس الرأس لكن الزلعان مختلفة اذا هي w هي y w z ظلعاها ايضا w z و z و w y هي زاوية حادة زاوية رقم 6 هذه كما تلاحظون رأسها هو k اذا ذلعاها او تسميتها هي w k z اذا ذلعاها هما نسفة المستقيمين k w و k z اذا ايضا نوعها زاوية حادة الزاوية السابعة كما تلاحظون هذه اذا رأسها هو ايضا w اذا قائسها او ترميزها o w k اذا ذلعاها w o w k نوعها ايضا حادة لاحظ معي الزاوية لو اعطانا الزاوية y w o هي زاوية مستقيمة لان هذه النقاط كلها على استقامة واحدة وهنا وصلنا الى نهاية هذا الفيديو نتمنى انكم قد استفدتم ولا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع زمالك ليصل لاكبر عدد ممكن من التلاميذ ولكي نقدم لكم ما هو جديد شكرا